بسم الله الرحمن الرحيم النمل مشكلة المشاكل ومصيبة المصائب حقا ودون مبالغة إن النمل إذا هجم على بيت أفسد متاعه وأهلك طعامه وشرابه احتارت فيه ربات البيوت وعجز عن رده الأشاوس والأجاويد شيء لا يفنى ولا يبات حتى بحرقه بالنار رغم أن حرقه بالنار لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يعزب بالنار إلا من خلق النار إذا كانت المشكلة بهذه الضراوة فما هو حلها أيها الأحبة إذا أردنا أن نحل أي مشكلة من المشاكل علينا أولا أن نعرف أسبابها وإن سبب وجود النمل في أي بيت شيئان لا ثالث لهما إما أن يكون وجود النمل بسبب الحسد وإما أن يكون وجود النمل لعدم طهارة البيت ونظافة المكان كيف نحل هذه المشكلة وكيف نحل هذه المشكلة هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة إن شاء الله فتابعونا أيها الأحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لندخل في الموضوع مباشرة قلنا إن وجود النمل في البيت له سببان لا ثالث لهما إما أن يكون سببه عدم طهارة البيت ونظافة المكان وإما أن يكون سببه الحسد خلنا الأول في المشكلة الأولى أن يكون وجود النمل بسبب عدم نظافة البيت وهذه المشكلة في الحقيقة سهلة جدا هي أسهل بكثير من أن يكون سببه الحسد كل ما عليك أخي في الله أن تأتي بعد أن تنظف البيت وتطهر المكان أن تأتي بأي مبيد من المبيدات القاتلة للنمل وترش بها المكان سينتهي النمل بإذن الله سبحانه وتعالى لكن المشكلة الأكبر واللي هي الأعم والموجودة غالبا في كل البيوت أن يكون النمل وجوده في البيت بسبب الحسد لأنه مشكلة أكبر لأنه في هذه الحالة لابد من اتباع أسلوب الرقية للنمل لأنك أنت مهما رشيت النمل إذا كان بسبب الحسد مهما رششت النمل بأي مبيد من المبيدات القاتلة للنمل فإنه لن ينقطع ولن ينتهي ولن يفنى بل لابد كما قلت لك أن تتبع أسلوب الرقية الشرعية وأنا يعني أعيز أن أبه لا زال يعني بعض الجماعة الذين يطلقون على أنفسهم التنويريين يتهموننا بالجهل ويهزؤون بنا حين نتحدث في مثل هذه الأشياء يقولون أنت جماعة متخلفين جهلة لسا عايشين في العصور الوسطى وعصور الظلام إذن نملو سبب الحسد وما الحسد وهذه الخرافات طبعا بداية الله سبحانه وتعالى يعلم الجاهل من العالم وإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ثم إننا قوم لسنا درويش ولا عب إحنا عندنا أسانيد والتجربة بعد ذلك خير دليل إنت أهل فايصل بن وبينك أهل يحكمني ويحكمك التجربة يم التجربة تثبت صدق كلامي يبقى عليك أن تخسأ وتسكن ولا تتهم أهل العلم بما ليس فيهم فكما قلت لك زيادة إن إحنا عندنا أسانيد لا كمان عندنا بفضل الله التجربة تثبت صدق كلامنا يعني مثلا إحنا قبل أن أذكر لكم الرقية الشرعية أريد أن أقول لكم من من العظام طال بها مولانا الإمام أحمد بن حنبة إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع مولانا الإمام الشافعي اللي مذهبه يجوب البلاد حتى في مصر الوجه البحر كله عندنا إحنا مذهب شافعي ومن الصحابة سيدنا قيس بن سابت الأنصار وغيرهم من الأفاضل الذين قالوا إن للنمل رقية شرعية من القرآن الكريم تقال عليه أو تقرأ عليه في طريقة معينة سأوضحها لكم الآن بفضل الله سبحانه وتعالى فينتهي النمل ويفنى في أي بيت بعد ما يكون له هجوم غريب على البيت ده بيخرج من الحمام ومن المطبخ ومن الصلون ومن الطنوم ومن الدلاب وعلى السرير وعلى سبحانه الله ده النمل بيهجب على البيت ما تعرفش يعني كل مكان تدخل فيه تجد الحالة حالة مزرية وحالة فضيعة فعلا أغلب البيوت تعاني من هذه المشكلة وثم كما قلت لك بعد الأسانيد يعني التجربة وفضل الله سبحانه وتعالى هي خير دليل طيب ما هي رقية النمل كل ما عليك أخي في الله أن تأتي ببخاخ من بخاخ الرش لا هتلقى موجود في أي محل من محلات العطارات والروائح الزكية ومن شابها ذلك هتأتي بالبخاخ ثم بعد ذلك تأتي بإناء فيهما وتقرأ عليه قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق الله العظيم هتقرأ هذه الآية سبعة عشر مرة سبعة عشر مرة ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك ستقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس على هذا الماء أيضا قل لصورة منهم ثلاث مرات يبقى حكما اتفقنا هتجب المية هتحطها في إناء ستقرأ على هذا الإناء قوله سبحانه وتعالى قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هتقرأها سبعة عشر مرة على هذا الماء ثم تقرأ عليه قل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كل صورة من دول هتقرأها ثلاث مرات ينفع تجبهم من الأول على بعض ثلاث مرات وينفع تقرأ كل صورة مفردة على حدة ثلاث مرات كده ينفع وكده ينفع ثم بعد ذلك تأتي بالتباشير يعني في التباشير اللي هو الحاددة ها ثم تأتي به مطحونة أو أنت تطحنه بطريقة الماء وترشه أو تضعه فوق هذا الماء تقول لي يا مدانا يعني هو أنت بالقلنة الصحابة وأحمد بن حنبل والشافع ومات الزمان كان فيه طباشير لا إحنا بنزيد أشياء نافعة للتجربة يعني أنت ينفع تعملها من غير طباشير لكن أنا أقول لك ما جربناه وأتى بنتيجة فعالة أيضا تمام وبعد كده هلحط كله في بخاخ الرش تمام بس طبعا تخلي طباشير قليل عشان يستطيع الماء أن يخرج يسيرا من إيه من الثقوة ثم ترش أي مكان بيخرج منه النمل ما عدا الحمام كلام واضحه من البداية لأن هذا ماء طاهر قرأت عليه آيات قرآنية والقرآن كله طهارة وأصلا لا يأتيه إلا المظهرون ولا يمسه إلا المظهرون تمام فما تقرأش عفوا لا ترش الحمام إنما أنت سترش في كل رقم من أركان البيت كما قلت لك ما عدا الحمام يوم اثنين ثلاثة تكرر هذه الرقم الشرعية الفعالة المجربة بإذن الله سبحانه وتعالى ستجد النمل انقطع وانتهى نهائيا رجو واحد سلم ودانا ما لسه موجودة مشكلة مشكلة الحمام أنت قلت لنا نرش في كل مكان ما عدا الحمام ما كده النمل هي لسه يطلع من الحمام حبيبي في الله أثبتت التجربة أنه إذا انقطع من البيت كله بسبب هذه الرقية خلاص تعرف النسبة والحسن وبالتالي سينقطع وينتهي من الحمام حتى وإن لم ترش فيه أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر